السؤال اللي بعد كده السؤال بيقول لو سمحت انا كنت عايزة اسأل حضرتك انا متجوزة من 15 سنة زوجي راجل طيب وخلوق وابن اصول وانا بحبه ولكن لا ينجب ورضيت بقضاء الله وقدري هل ربنا هيجازيني على صبري معاه ولا لا ولا انا متوكلة ارجو الرد جزاك الله خير ابدا انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب بالعكس انت صابر او ربنا سبحانه وتعالى اكتبلك السواب العظيم واكتبلك سوابين سواب الصبر على انك انت صبرت على انك انت ما تكونيش ام الاولاد وعلى فكرة في حلول تانية انا اقولك حلول بعد مجاوبك على سؤال يبقى انت اول حاجة صبرك على انك انت صبرت ان انت على هذا القدر الامر التاني والمهم بقى ان ربنا هيثيبك على انك انت طيبت خطر جوزك وما كسرتش خطره على فكرة نفس الكلام ده هقول للزوجة اللي وسألني على الزوجة عشان بس ما يقولوش انت ليه بتقول الكلام ده للزوجة بس اللي انا بقول الكلام ده للزوجة واللزوجة طيب وفي حلول تانية حلول الكفالة ان انت ممكن تكفله وحل الكفالة ده تعيخليك في نفس الوقت تشعري بكثير من مشاعر الامومة وخاصة لو قمت بيرضاع هذا الطفل فيحصل لك الكلام ده وكده يكون عندك بعض مشاعر الايه بعض مشاعر الامومة يبقى انت ربنا هيثيبك ويكتب لك السواب الحسن مرتين مرة عشان الصبر ومرة كمان عشان جبر خاطر زوجك اللي انت جبرت بخاطر والامر التاني في حل تاني ايه هو الحل ان انت ممكن تكفله طفل وكفالتك للطفل ده هتقود عليك بخير كتير جدا 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 عليك ان انت تقنع زوجك ده ويعرف ان انت لو كفالت الطفل ده كمان زوجك وانت وزوجك هتدخله في حديث الرسول اللي عليه وسلم انا وكافر الياتين كهتين في الجن فان شاء الله ربنا يكتب لك السواب وتكوني في خير حال اشتركوا في القناة